اشتركوا في القناة لكن المنتخب التونسي بمدربه منذر الكبير تخل مقابلة وكأنه خائف لماذا خائف؟ يعني ثلاث لاعبين وسط ميدان استرجاعيين في ثلاثة لهم نفس الخصال نفس الخصال لاعب رقم 17 واللاعب رقم 28 هذا خاصة لاعب رقم 17 الياس السخيري واللاعب رقم 28 العيدوني أيضا رقم 15 لهم نفس الخصال لاعبين وسط ميدان دفاعيين العيدوني والياس السخيري نفس الكاركتر لكن المنتخب الوطني اليوم العب بطريقة يعني الضغط 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 على المنفس ما جعله ما جعله خاصة في العديد من نحن نخلوكم الصور في العديد من المرات أنه المنتخب التونسي يتراجع المدافعين لحقوا إلى غاية يعني 6 أمطار يتراجع 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 بسبب ماذا؟ بسبب الضغط في غولي يتراجع 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 يت بالخزري وسليتي عادوا عادوا مما جعل مدافعي المنطقة الوطني يلعبون في وسط الميدان انظروا سوف أريكم بعض الأمور انظروا جيدا هذه المساحة فارغة هذه المساحة فارغة هذه المساحة فارغة هذه المساحات فارغة وابلخزري وصل إلى غاية هنا أيضا لاعب رقم 25 لاعب رقم 12 نعم سليتي كلهم رجعوا المناطق الدفاعية بسبب ماذا انظروا شوفوا خوتي هنا المساحات شوفوا خوتي المساحات شوفوا المساحات مساحات واسعة كأنه منتخب الوطني حصة تدريبية هنا بالعمري هنا بالسبعين يعني كأنه منتخب الوطني سكن 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 في المنطقة في منطقة العمليات المنتخب التونسي يعني ضغط عالي ضغط عالي ولما يضيع الكرة المنتخب الوطني لما يضيع الكرة يرجع عطال بن سبعيني المدافعين يرجعوا انظروا ماذا يفعل انظروا ماذا يحدث هنا نرى حامل الكرة مثلا فرضا لقم 12 يحمل الكرة يروح له بالقبلة ويروح له ايضا بليلي لان هذه الجهة جيت بليلي وبالتالي يضغط عليه يخطئ او يمررها الزميل في المثال يمررها لزميله وبالتالي مثلا رقم 12 يمرر الكرة رقم 10 فنجد ماذا فنجد ضغط عالي من قبل فنجد ضغط عالي من قبل اللاعب زروقي لأعمل ضغط ضغط كبير على حامل الكرة ايضا وعلى الذي يستلم الكرة ضغط على الذي يستلم الكرة ايضا في غولي يتحرك هنا محرز ايضا في الجهة اليوسرة لمنتخب التونسي مدافع رقم 5 لم يصعد مدافع رقم تونسي لم يستطيع الصعود لماذا يوجد محرز وعطال يعني في الجهة هذه ايضا بليلي ايضا والشيء اللي مميز في المنتخب الوطني في الشوط الاول انه بالقبلة وزروقي وفي غولي تبادل الادوار يعني في الزروقي عفوا بالقبلة يغطي منطقة كمسترجع الزروقي وزروقي يساعد مكان بالقبلة ايضا في غولي يساعد بالقبلة يعني تبادل الادوار يعني لا مركزية لا مركزية تبادل الادوار ما كانش لاعب يعني يلعب في المكان تاعه فقط يعني يلعب العديد من الأماكن هذا ما يسموه يعني المركزية المركزية هذه خلقت نوع من الاختناق خاصة في وسط الميدان في المنطقة هذه هذه المنطقة خلقت فيها خنق للمنتخب التونسي خنق للمنتخب التونسي لم نرى لا عيدوني لا لاعب رقم الياس الصخيري رقم 17 الياس الصخيري من خصاله أنه يمسك الكرة ويكون ظهره للمنافس ويسعد المرة هذه الياس الصخيري ما قدرش يستلم الكرات لأن لماذا يوجد واحد اثنين ثلاث نعود نركزولكم بشوفهم ليه خوتي كلهم ضغط نفرض هذا يسعد هنا وخزري انظروا جيدا شوفوا خوتي اللاعب لاعب الياس الصخيري مثلا لاعب الياس الصخيري هذا اللاعب رقم 17 لما يمسك الكرة شوفوا شكون اللي يجيه يجيه واحد اثنين ثلاث ثلاث لاعبين اذا يعني يفقد التركيز وبالتالي يضيع الكرات الان لما نرجعو نتكلمو على الهدف الهدف الاول كرة طويلة من بالعمري باتجاه بلايلي بلايلي يعطي كرة بلايلي يعطي كرة لبنجاح بنجاح اللي يسجل بطبيعة الهدف ولا ارواع بعد بعد ما تمركز بين المدافع رقم 6 ورقم 4 مرياح وبراون لخلو المساحة نوعا ما لبنجاح وهدف من بعدها اذا نقطة الهدف الثاني كانت كان لعب رقم 5 يغطي في يعني يغطي في خط التسلل وبالتالي كرة من رياض واللاعبين الاخرين متقدمين نوعا ما كرة من رياض مهرز باتجاه في غولي الذي تقدم الى الامام ولكن تقدم الامام لكن المدافع كان يعني بخلفه لكن هذا ما عرقل صفيان في غولي لكن المفروض يعني طرد لكن حتى بعد رجوع اللاعبين لكن المفروض يكون طرد لكن الحكم فضل اعطاءه فقط يعني بطاقة صفراء يعني شيء رغم ان المخالفة لم تكن ضربة جزائح حقيقة كانت خرج منطقة العمليات العرقلة كانت خرج منطقة العمليات لكن المفروض تكون مخال المفروض تكون بطاقة حمرة من بعدها بلما تكلمو الصناعة رياض محرز اذا طريقة تسجيل المخالفة بين بليلي ومحرز ومحرز يضعها يعني في مكان ولا اروع في مكان ولا اروع يضعها في مكان ولا اروع في الشباك بعد تمويه من بليلي ومحرز ومحرز يعني يسجل كرة ولا اروع في مرمى الحارس التونسي اذا شوط اول انتهى بهدفه لسفر بالنتيجة والاداء والطريقة والضغط العالي الذي اربك المنتخب التونسي واصبح المنتخب التونسي تائه في ارضية الميدان الشوط الثاني لم يكن جديد يعني يذكر الا محاولة المنتخب التونسي الضغط والسيطرة على وسط الميدان وادخال بعض اللاعبين اللي يتميزوا بطابع هجومي من بينهم حمزة رفيعة لكن هذا لم ينفع ولم يجدي وبالتالي رغم خروج اللاعب عدلان قضيورة بطاقة الحمراء لكن لم يجدي نفعا مع قوة الفوز بالطريقة والاداء بالتمركز الصحيح بالضغط العالي هذه هي خصال المنتخب الوطني الجديدة زروقي برافو بقى تم معنى الكلمة وسط ميدان عصري صراحة مسترجع وصانع العاب ويبني اللعب والشيء اللي رائع ورف يخطط الناخب الوطني جبل بالماضي الاستغلال اللاعب كل من زروقي واللاعب بالقبلة والكما قلت اللامركزية وتبادل المناصب بين اللاعبين بطريقة يعني مميزة يعني يطلع بالقبلة يغطيه زروقي يصعد زروقي يغطيه بالقبلة رغم انه اللاعب في غولي كان يعني كمنشط للهجم الهجوم المنتخب بالوطني يعني كلاعب ثالث في خطة 4231 وليست 4333 لغم انها 433 عندها العديد من المشتقات 4231 يعني عندها العديد من المشتقات لكن الاهم والمهم انه فوز المنتخب الوطني كان بالطريقة والادا الضغط العالي المنتخب التونسي لما تشوفوا الصورة هذي تشوفوا انه منتخب الوطني ضغط بقوة المنتخب التونسي يدافع في 6 امطار تاعو هو يدافع في 6 امطار منطقة تاعو هذا وش يبين يبين انه المنتخب الوطني ضغط بقوة وضغط الضغط العالي والبريسينج على مناطق المنتخب التونسي يعني اللي يشوف المنتخب الوطني في الشوطر الاول يرى ان المدافعين المنتخب الوطني يلاعبوا في وسط الميدان عصاماندي والعمري متقدمين حوالي قرابة 40 متر بين مبولحي واقرب ودافع له هذا ما يبين انه المنتخب الوطني سكن المنطقة المنتخب التونسي وتوغل وسجل الهدفين لما سجل الهدفين اصبحت الامور سهلة وكنا قادرين سجلوا الثالث والرابع ونقتلوا المقابلة لكن تسيير المقابلة هو الشيء الاهم لما تكون رابح تعرف كيفاش تسيير المقابلة بتاعك بدون ارتكاب اخطاء الجسيمة نوعا ما لكن انه صحيح كان انت عاشا للمنتخب التونسي بدخول حمزة رفعة لاعب جوفانتيس وحانيبال مجبري لاعب لكن هذا لتنشيط فقط الشق الهجومي لكن لم يحدث اي شيء لانه المنتخب الوطني متمركز صحيح النقطة السلبية فقط للمنتخب الوطني انه عددين قديرا يعني صراحة فات القيطانة يعني اللاعب كبر من المفروض ديرولو مقابلة اعتزالية ونكربو انا مانيش نعرف انا خير من المدر لكن يعني ليشوف المقابلة يعرف انه قد يورا ليخرج بطاقة حمرة يعني خلاص يعني اعمل مشوار كبير مع منتخب الوطني دار مقابلات خاصة كأس افريقيا رغم السن المتقدم دار كأس افريقيا من اروع ما يكون لكن يعني يجب التجديل والتبديل لبناء منتخب للمستقبل وليس فقط لسنة القادمة بناء منتخب لمونديال قطر وبعد مونديال قطر اذا فوز مستحق برافو لمنتخب الوطني مزيد من التألق سبع عشر مقابلة بدون هزيمة اذا برافو لاشبال لجناخب الوطني جمال بالماضي وبرافو للطاكتيك العالي خاصة في الشوط الأول قتل المنافس في المنطقة بتاعه اذا ملتقنا مع مزيد من الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته